الله ماكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثالث والعشرين من مارس طبعا أحبائي كالعادة أريد أن أشكركم على كامل وقتكم الثمين لمشاهدة الفيديوهات التي أقدمها أتمنى من حضرتكم دوما متابعة جميع الفيديوهات ولا تنسوا الانضمام إلى القناة طبعا أحبائي سنبدأ مباشرة بتقدم القوات الروسية وسيطرتها على بلدة إبانيفيسكي في كطاع بخمت بعد معارك عنيفة استمرت لفترة طويلة استطاعت الوحدات الروسية في هذه المنطقة هنا السيطرة على ما تبقى من بلدة إبانيفيسكي أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية وأنا أعلن لكم مزيدا من التفاصيل أن وحدات الفرقة 150 والفوج 11 والفرقة 98 هي من قامت بعملية السيطرة على إبانيفيسكي بشكل كامل حاليا الوحدات الروسية تخوض معارك عنيفة في محيد البلدة في مسعى من القوات الروسية للتقدم وتأمين نطاق البلدة بعد أن قامت بعمليات تطهير للمحيط هنا إضافة إلى ذلك تحاول السيطرة على كامل المرتفعات الموجودة في هذه المنطقة في محاولة للضغط أكثر شرحت سابقا أن السيطرة على هذه المرتفعات ستسهل سيطرة القوات الروسية على إبانيفيسكي انسحبت الوحدات الأوكرانية إلى خارج البلدة دخلتها وقامت بعمليات تطهير وتم الإعلان عن السيطرة طبعا هذه المرتفعات لا تخدم فقط إبانيفيسكي إنما ستسهل عمل المجموعات الروسية في اتجاه الضحية الشرقية لشازيغيار في هذا الاتجاه كذلك ستسهل الضغط على التحصينات الأوكرانية الموجودة في بقية المنطقة هنا لذلك حبائي معركة مستمرة القوات الروسية ننتظر أين ستخد معركتها التالية ولكن حتى ذاك الحين تشهد جبهة اكتشيف كمعارك هي الأطخم والأوسع في مسعى من القوات الروسية للتقدم نحوها والسيطرة على البلدة طبعا القوات الروسية في الأيام الماضية سيطرت على هذه المنطقة هنا كما تشاهدون إضافة إلى ذلك قامت بتعزيز بعض المجموعات الموجودة هنا والضغط أكثر على المجموعات الأوكرانية عبر عمليات قصف قوية بهذا الاتجاه طبعا العمليات ما زالت مستمرة حتى اللحظة ننتظر مزيدا من التفاصيل في الساعات القادمة لذلك أشدد وأطلب دوما من حضرتكم مدابعة القناة وتفعيل جرس الإنذار ليصلكم كل جديد حين أنشر أي فيديو طبعا فيما يتعلق باتجاه بودانيفكا في هذه المنطقة هنا أيضا من قطاع باحمد تواصل الوحدات الروسية عمليات التقدم في هذا الاتجاه في مسعى من القوات الروسية أيضا لزياطة الضغط على المجموعات الأوكرانية طبعا بعد سيطرة القوات الروسية على إيفني فيسكي ننتظر ماذا ستفعل القوات الأوكرانية ما الذي ستحاول فعله في محاولة لمنع التقدم الروسي هل ستشن هجمات مضادة لاستعادة من خسرته أم ستحاول الدفاع عند هذه التحصينات باللون الأزرق كما تشاهدون هذه الخريطة التي تعرض التحصينات وتعرض تشكيلات عسكرية لكل الطرفين تشاهدون مدى صعوبة اختراق المنطقة لذلك على مدار أسبوعين كانت قوات روسية تقوم بعملية تشريح لهذه الدفاعات تقوم باستهدافها بدقة وتدمير التحصينات لذلك لننتظر ما ستقول إليه نتيجة كل هذه الضربات هذا فيما يتعلق بقطاع باخموت باتجاه قطاع أفديفكا استطاعت الوحدات الروسية التقدم أيضا في اتجاه تونينكي وسعت سيطرتها في محيط القرية طبعا تشاهدون هذه المنطقة باللون الزهري سيطرت عليها الوحدات الروسية صباحا أيضا قد ضمت القوات الروسية أجزاء إضافية من المناطق في هذا المحيط طبعا وجود القوات الروسية على هذا الطريق تعزز كل فترة يوما بعد يوم فطبعا كما شرحت صباحا لكم وأنا أشدد دوما تابعوا رجاء كل الفيديوهات لا تراهنوا فقط على مشاهدة فيديو واحد هذا لا يكفي الأمر أشبه بالسلسلة إن فقدتم حلقة ستنقطع هذه السلسلة طبعا القوات الروسية تواصل التقدم باتجاه أومانسكي تحاول التقدم أيضا من ثلاثة اتجاهات للضغط على القوات الأوكرانية طبعا الوحدات الأوكرانية تواصل تراجعها تواصل الانسحاب إلى مناطق الخلفية هنا يأتي السؤال الهام طبعا يوجد هنا تعزيزات أو تحسينات للقوات الأوكرانية مع تعزيزات لذلك هل ستصمد هل ستمنع هذه القوات الموجودة هنا مع التحسينات المتوفرة والتي تم بناؤها من تقدم القوات الروسية هذا ما سيكشف الوقت حتى ذاك الحين ننتظر أما في اتجاه هذه المنطقة هنا بيرفوينسكي ونيفرسكوي فهناك أمر لافت كان هناك حديث عن الاشتباكات مستمرة في محيط نيفرسكوي مباشرة وعن دخول بعض الوحدات الأوكرانية إلى القرية ولكن لم يتم التأكد من صحة ذلك ننتظر مزيدا من التفاصيل ولكن حتى ذاك الحين تبقى المعارك قائمة في محيط القرية باتجاه أيضا بيرفوينسكي تشهد البلدة معارك عنيفة جدا فهذه المنطقة مرتبطة تلقائيا بين نيفرسكوي وبخط الإمداد للقوات الأوكرانية الذي يأتي من هذه المناطق كما تشاهدون عبر الخط الأصفر يأتي إلى كارليفكا ثم باتجاه نيتايلوفي وطبعا يأتي لاحقا باتجاه أومانسكي وبالتالي تعمد القوات الروسية للسيطرة على بيرفوينسكي والمنطقة هنا لقطع الإمدادات من هذا الاتجاه وبالتالي هي العملية مترابطة مع واضحها البعض متشابكة لذلك العملية معقدة ولذلك قامت الوحدات الروسية بشن هجوم متزامن في كامل الجبهات في مسعى منها لتشتيت القوة الأوكرانية ومنع القوات الأوكرانية من إرسال تعزيزات من جبهة إلى أخرى بل تفرض عليهم إرسال قوات من محاور إلى باتجاه محاور أخرى كما شاهدنا في هذه المنطقة حيث تم استقضام اللواء 25 واللواء 120 واللواء 80 وطبعا بعض الألوية 61 وغيرها إضافة لذلك أحبائي هناك أيضا معلومات إضافية حول موضوع عبور النهر في هذا الاتجاه باتجاه سمينيفكا ولكن أنتظر تأكيدات لا يمكن القول أن القوات الروسية باتت تسيطر على هذه المساحة بشكل كامل حتى تمكنت من عبور النهر ننتظر مزيدا من التفاصيل طبعا المشتباكات مستمرة في اتجاه بيرديتشي ضغط روسي كبير قلت لكم المعادرة واضحة منذ أول يوم بعد السيطرة على أفدييفكا إما التعارض للقصف بقنابل فاب وإما الانسحاب ولكن الوحدات الأوكرانية تحاول المقاومة قدر الإمكان كما كنا وكما أشرنا في وقت سابق لتأخير التقدم الروسي طبعا أحبائي كثيرون سألوا كثيرون أرادوا وعرضت كثيرا العملية ولكن سأعرضها مجددا هذا ما تبقى من منطقة دنياتسك لتسيطر القوات الروسية عليها هذا اللون الأصفر هو كل ما تبقى وبالتالي المعركة كبيرة المعركة ليست سهلة أشرح لكم صعوبة المعارك لأنه بكل أسف تمزر العديد من الأمور الخاطئة في أدهان الناس أن المعركة ستكون سهلة دوما لا لن تكون سهلا طالما هناك تحسينات وطالما هناك قتال طبعا لن يتوقف الجيشين لن يتوقف الروس عن التقدم ولن يتوقف الأوكران عن الدفاع هذا ما سيكشف الوقت من سيتم من سيهزم من سينهك قبل الآخر هل سيتوقف الروس عن الهجوم هل سيتوقف الأوكران عن الدفاع والتراجع إلى ما خلف منطقة دانياتك هذا ما سيكشفه الوقت إذن هذا ما تبقى في منطقة دنياتك باللون الأصفر هذا ما تبقى في منطقة خيرسون باللون الأصفر وهذا ما تبقى في منطقة زابوروجي باللون الأصفر إضافة لمنطقة لوانسك طبعا تبقى هذه المنطقة هي الأقل يمكن قول تبقى القليل للسيطرة على منطقة لوانسك هذه الأجزاء إضافة إلى غاباة كريمينا وبيلوريفكا في هذه المنطقة إذن أحبائي هذا بصورة عامة ما بقي أما فيما يتعلق باتجاه الحدود فالمعركة قائمة معركة مستمرة قصف على بلغوراد كبير جدا ضغط كبير من قبل القوات الأوكرانية لاستهداف بلغوراد القوات الروسية أيضا قامت باستهداف العديد من الأهداف في اتجاه خاركيف تم استهداف تجمع للجنود في هذه المنطقة في هذا المصاح إضافة إلى ذلك كان هناك ضربات باتجاه محطة النفط في هذه المنطقة تحديدا تم استهداف هذه المنطقة هنا تشاهدون محطة النفط في أوديسا إضافة إلى ذلك تم استهداف موقع فوج الدعم 777 في هذه المنطقة كما ستشاهدون تم تدمير العديد من المعدات العسكرية في هذه المنطقة أيضا يتم تخزين بعض الأمور هنا إضافة إلى ذلك تم تدمير مكان يتم تخزين فيه صواريخ للطائرات الأوكرانية في هذا المطار بالمنطقة القربي من كيروفوغراد إذن أحبي الضربات الروسية مستمرة على عديد من المواقع أما فيما يتعلق بنتائج الحدث التي ضربت موسكو العملية ضربت موسكو تتواصل الإدانات لهذه العملية الوحدات الروسية تواصل عمليات القبض على من قاموا بعمليات التخريب وغيرها لذلك ننتظر مزيد من التفاصيل وما ستكشفه التحققات حتى ذاك الحين أتمنى من حضرتكم مساعدتي دوما في مشاركة الفيديو ليصل إلى أكبر قدر من الأشخاص لا تنسوا الدعم المادي الذي تعتمد عليه القناة عبر مساعدتكم عبر التفاصيل الموجودة بالوصف الخاص بالفيديو ويمكنكم أيضا سؤالي في التعليقات حول طريقة الدعم المادي لعادة القناة إضافة إلى ذلك أعيد وأشكر شكري مجددا لكم على وقتكم الثمين لمشاهدة الفيديوهات وعلى دعمكم وعلى محبتكم وعلى اتقاطكم اتقاطكم هي الأهم وطبعا اختياركم الحقيقة أيضا مهم جدا شكرا لكم وإلى اللقاء